السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع النهاردة هو موقع بيكا من بيكا لاب والموقع بيكا دوت أرت أعتقد أن أنت ممكن يقول لك أكاونت عليه لأن احنا تكلمنا عنه من قبل النهاردة جايين نتكلم عن التحديثات في هذا الموقع الرأى اللي بيقوم بتحويل النص إلى فيديو من المواقع الجيدة من المواقع النتائج بتاعتها عالية جدا تحديثات اللي هتكلم عنها النهاردة رائعة جدا ما تفوتهاش وخليك معينا لآخر الفيديو عشان نشوف تحديثات النهاردة من موقع بيكا دوت أرت كنا تكلمنا من قبل عن تحويل النص إلى فيديو ببقى حريصة جدا مع بيكا أن أنا أتكلم دايما عن أي تحديث فيه النهاردة هنتكلم عن التحديثات المهمة جدا في بيكا أرت وهو sound effect وده أجد التحديث أن أنت ممكن تعمل sound effect لفيديو بتاعك أو تعمل add لsound effect لفيديو بتاعك وكمان ممكن تأتاش voice يعني بيحول التكست إلى voice بيبتدي أنه هو يعمله attachment أو بيضيفه إلى الفيديو بتاعك تعالوا نشوف مع بعض حنعمل الموضوع ده إزاي يلا بينا كده ندسكرايب الحاجة اللي احنا عايزينها أو السين أو المشهد اللي احنا عايزينه هنا أنا قلت له a businessman is talking on his cell phone at his office ده المشهد أو السين اللي انا عايزينه وهنا حسيب turn on sound effect automatically generate sound with your video حيعمل لك sound وزير الفيديو هو حيعمل لك بنفسه sound للفيديو بتاعك لو مش عايز تفعله ممكن بعد كده تطلب منه إيه نوع sound effect اللي هو يعملها لك فأنا الأول حعمل السين وبعد كده حبتدي أعمل sound effect وهجرب كمان أحط voice على الفيديو فهنا حقفل الساوند effect وحقنشئ سين عادي جداً بالتاكست إلى فيديو بالشكل التقليدي العادي اللي احنا متعاودين عليه من خلال بيكا أرت هنشوف مع بعض دلوقتي الفيديو وهنبتدي نعمل عليه التحديثات الجديدة الموجودة في بيكا أرت زي ما قلتلك لو أنت فعلت sound effect هو بيكا من نفسه حيحطتلك sound effect المناسب للسين اللي أنت أنشأته ما إحنا شايفين آدي الفيديو بتاعي المنظر ده كده لو أنت رحت كده للأكاونت بتاعك حتلاقي أن أنت عندك 250 credits لو أنت لسه ما استخدمتش أي حاجة بيتجدده بشكل شهري لازم نكون واخدين بنا أنا طبعاً استخدمت بعض الكريدت من قبل فلازم تبقى عارف أن كل حاجة أو كل أكشن بتعمله بياخد من الكريدت بتوعك فيديو بتاعنا مدته 3 ثواني تعالوا كده نشوف الفيديو هنا الشخص بيتكلم فيه التليفون تعالوا كده نجرب كمان أن احنا ندوس على الفيديو بالمنظر ده ونجرب أن احنا نعمل edit عليه الedit اللي أنا ممكن أعمله على الفيديو إيه أول edit عايزة أعمله وده موجود في بيكا في الأوينة الأخيرة أو بيكا art في الأوينة الأبخيرة وهو أن أنا أخلي الشخص اللي قدامي يتكلم كأنه talking avatar كده بجملة معينة أنا عايزها وهو هنا بيجنريت تيكست تو اوديو بيحول النص إلى صوت هنا مثلا ممكن أقول كأنه بيتكلم hi Sam مثلا hope you are fine ده لك برضو أنت مدة الفيديو بتاعتك 3 ثواني هنا الشخص اللي أنا هخليه يتكلم هو طبعا mail فأنا هنا هختار أنه هو يكون مثلا charlie على سبيل المثال ويحقوله generate voice وممكن كمان أنه أنت تأبلود audio mp3 أو mp4 ودي حاجة مميزة جدا يعني فيديو سواء كان الحاجة اللي أنت حترفحها دي audio أو فيديو تقدر أنك أنت ترفحها فبتدرجة تدروب audio من هنا أو بترفع من على الجهاز بتاعك ويحبتدي أقوله generate voice بالمنظر ده تقدر تولد كذا scene أو كذا مشهد أنا مش عارفة الصوت بقى هيظهر عندك ولا لا بس هو هنا عمل لي generated للvoice لأن أنا بسجل ببرنامج ساعات بيبقى فيه مشكلة أنه هو يسجل الصوت أو يظهر لي الصوت الخاص بأي تطبيق هنا من المفترض أن الvoice خلاص تعمله generation هبتدي أقوله attach and continue هبتدي يضيفه لي الفيديو بتاعي لما أجي أعمل download لي هبتدي أن أنا أعمله download بعد ما أعمل generate تاني عشان اللي اتنين يبقوا مع بعض الصوت وكمان الفيديو هنا هبتدي أعمل generate هبتدي يولد لي الفيديو كامل دي الصوت اللي أنا عملت له attachment عندي وهنا الفيديو هيظهر معي هنا أنا ممكن كمان تضيف sound effect لو أنت حابب هنجرب sound effect مع بعض دلوقتي ونشوف آخر تحديث في بيكا ارت شكله هيكون عامل إزاي أنا عارفة أن برامج الذكاء الاصطناعي بقت كتيرة والتطبيقات والمواقع وكل يوم في تحديثات كتيرة والناس متشتتة أنا بحاول كل فترة أطلع أتكلم عن أفضل الموجود واخد بالك أفضل الموجود مش هيكون عمره ثابت يعني أنا ممكن النهاردة أكلمك عن أفضل خمس مواقع لتوليد الصورة من خلال النص وكمان شهرين أكلمك عن خمس مواقع تانين أو يكون في مواقع مشتركة ما بينهم لأن كل يوم بيحصل تغيير على المواقع فما أقدرش أن أنا سبت هما هيبوا أفضل خمس مواقع ممكن يكونوا أفضل خمس مواقع في 2024 أو في أول ثلاث شهور من 2024 لكن بعد كده ممكن يكون في مواقع أفضل فحنا بنحاول كل فترة نحصر أفضل المواقع من خلال فيديو هنا الفيديو بتاعنا خلاص تم إنشاؤه لو أنت شغلته هتلاقينا الفويس هيكون موجود عندي مع الفيديو زي ما إحنا شايفين هنجرب بقى مع بعض الساوند إفكت والساوند إفكت هنا أنا هدلت بقى ده خالص وهختار حاجة تانية هنا على فكرة ممكن ترفع إنت إمج أو فيديو من عندك تعالوا نجرب نرفع كده إمج من عندي هنا هبتدي إن أنا أرفع بقى صورة المراضي هبتدي أرفع صورة صورة زي كده مثلاً وهنا هقول الأول هحرك الصورة زمان إز listening to sound to music أو classic music مش هفعل sound effect هعمل generate بس الأول عشان أحول الصورة الفيديو وبعد كده هضيف الصورة اللي أنا عايزة تفتح automatic إن هو يضيف لك الصورة على مزاجه مفيش أي مشكلة هدي الفيديو بتاعي هبتدي بقى هنا أقول له edit ومن edit هختار sound effect وهنا هقول له a music أو a bag هي sound effect ground music معرفش بقى هل هي يعني هيعتبرها sound effect ولا لأ تعالوا نجرب حايديني إيه دي أفضل واحدة اللي في النص أفضل واحدة ببتدي أعمل لها select وأعمل continue وهنا مدة الفيديو 3 ثواني فهيديك زي timeline هنا بتختار فبتبتدي إن أنت تختار الجزء اللي أنت عايزه وبعد كده بتقول a touch to video فبيبتدي إن هو يولد لك الفيديو الجديد معا sound اللي هو عمله generation الجزئية فحيكون الفيديو بتاعي ده بالنسبة لي التحديث الآخر وهو sound effect اللي تم إضافته مؤخرا إلى بيكا art جربنا إن إحنا نحط voice على الفيديو إن إحنا نجنرات voice وجربنا كمان إن إحنا نحط sound effect على بيكا art وما زال التحديثات مستمرة وأي تحديث جديد هنطلع إن شاء الله نتكلم عنه ياريت تولي في التعليقات هل فعلا التحديثات دي أنت شايف إنها تحديثات جوهرية ممكن تفيد مستخدمي بيكا art ولا لا أتمنى يكون في مشاركة زي ما دايما معوديني دايما إن إنتوا بتشاركوني في التعليقات ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم المتابعين الأعزاء متنساش ال like وال share وال comment دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة